كنت عبقلك ما عليك أنت وجاي على طريق المطار بتشوف الطريق المطار مضبوط من تحت جسر المطار باتجاه ساحة الغبيرة مساء الخير بالأول مساء الخير أستاذ سوني بتشوف ناس وقفي على الطريق حملي بييده مصاري عم بيبيعوا مصاري على الطريق صرفين على الطريق عم بيصرفوا بأسعار للعالم هيدا منظر نحنا منا معاودين عليه بلبنان بلا معاودين عليه تعرف من أية سنة؟ من أية سنة بتذكروا ياريت الصورة بس بغير وضع بغير وضعية سوء سوداء بيحملوا بيبيعك ليرة سورية ليرة دولار ليرة لبناني معوا كل العملة حملهم وفيه طبعا أشخاص منهم حمينهم خلينا نشوفهم شفناهم بالسبعينات خلينا نشوف هذا التقرير بالسبعينات بنشوفهم بشتورة كنا يعني اللي طالع على سوريا واللي راجع من سوريا كان يحول على شتورة بيبيروت بيبيروت اللي بالساحة اللي كان اسمها زيكة البرج طيب خلينا نشوف التقرير مع زميلتنا بطول صرافين على الطرقات ظاهرة جديدة عم تقتحم شوارع بيروت مع اشتداد أزمة الدولار بالبلد أسئلة كتيرة بتطرح نفسها قدام هيك مشهد هل هن موظفين عند السيارفة أو منافسين ألن هل عملن أنوني والأرباح لمن هم بتروح؟ شو عم تشتروا دولار؟ أربع اليمين أنا هلأ بشتري الدولار هلأ مشتري الدولار مني على 2420 بيعت على 2450 في كزا حدا عم يوقف ها كلكم نفس السعر؟ كلا نفس السعر يعني ممكن لايه قدام سعر أحلى هلأ ب 1500 ليرة أرخص أوكي داي بدك القيمة تقريبا شي ألف دولار؟ تحصلتنا على 50 بيطلعوا من يولان و 450 ألف ليك هلأ هوا محلات السرافيم هل تفعلوا مشكلة معكم؟ لا 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 أقلوا عليها كان يسح فيها ممكن أنا؟ يا خاو في كنا نفسك فيه كنا نحصل على الجديد بكرة نحن نشوف هايدا هلأ أنا معي دولار بدك تفعل فيهم لبارك أديا وكتفزيهم لأخر أنت محلات؟ وما أنت؟ أنا محلات ومحلات؟ فوق الشارع هون عنده حاجة تريد المالي ليه ترك محلات؟ وفي أحد في المحال قانوني الوقف هنا لا يقال سمعني إنتي هلأ لما بيطلع لفوق الساعة عربية يوم ما بيطلع بيزل لتحشيه متحبعك أين 2000 خلص مية يا راي دا هو اللي شفت اليوم تبعين يا صراف تعطيني الميات مظبوطة مظبوطة شو جيب وهويات نورها متالي فون إحنا هون لأ لشمفلنا إحنا هون إحنا هون إزالنا إنتخدنا على المثل أدام عنا ليش دولار اليوم 2000 خلص مية وثمانيين مش دولار بقول يعني أنا يعيش دولار هالشابنا بتحشيه دولار اللي بعطوا عيطوا إحمادي إحمادي تعال يلا هيحكي معنا بدي يشتري 452 سوق فوضى البلد مفالسي إنتوا صرافين ولا إنتوا وقتشترونه بفتره البلد مفالسي هل عشان هل سبع بيطلع فو قانونيا مسموح هي تتبيعه البلد مهبوء لا شو مسموح هل مش مسموح توقفوا على الطريق لا ممنوع لا دولي فالتج ما بدأ رخصة وبدأ محل وبدأ وتتنظم حتى المحلات قلق عليهم شبع يعني إنه بيحدد السعر هون عند السرافين هادي فيه طلب طب ما بتخاف على إنجو لأيكم حدا لأنه شغلكم هنش أهنوني ما كل عام ما عايشين بهالبلد مهبوء ما بدل معي لبنان ولا دولار أعطاكم أحلى سهل يخذني ولما سألنا محلات السيرف عن رأيهم بالموضوع هيك كان الجواب هولين عم يوقفوا برا ما بيأثروا عليكم كمحلات هل ما بدل يعيش نحن ما قلنا معهم بس كمان هل ما بيجو هولين عمفوا برا ها ما فيش دول لو في دول ابتمنعهم لأنه أساسا كمان إذن هيدا على طريق من تحت جسر المطال بس كمان عم بتلاقيها بمعظم المناطق اللبنانية نفس المشهد نفس المشهد بس عم بيقلي معالي الوزير نفس المشهد وقف على الرصيف وبيبيع لك بدي إليك شغلي طبعا بالقنون ممنوع بس خليني أخد نقيب السيارة في الأستاذ محمود امراد معي مصر خير أستاذ محمود مصر نور أه لو سأله فيك لألك ولمعالي ولكل المشاهدين معالي الوزير هلأ عم بيقلي أنه هيدا المنظر معود عليه من السبعينات أنه مش جديد نحن كنا نفكرينه أنه هيدا هلأ الفوضى اللي موجودة بالبلد اللي هي عملت هيدا المنظر معالي عم بيقلي من السبعينات بساحة البرج معودين عليه هيدا كان من زمان بس هلأ فرزت بأيام المشاكل اللي صارت صار في عدد أكبر من اللي هني موجودين على الطريق وأكيدة مثل ما سمعت أنا من من بعض الشباب اللي كانوا عبيحكوا نعم أنه ما في عليهم رقابة ولا بيقدروا يساوي حدا معهم شيء صحيح نحن قدمنا أخبار لمدة عام التمييز بالنسبة لهذا الوضع مع القاضي غسانة ويدات وكنا كمان حكينا مع مدة عام المالي القاضي على الإبراهيم وحكينا بهذا الموضوع اللي هو عبيتكاتر بشكل كبير كتير وعبيأثر على سعر الصرف طيب هيدا السؤال ضحك ضحك مع علي الوزير على سعر الصرف يعني هيدا السؤال عم بيسأله كل الناس اليوم خليمين عم بيتحكم بسعر الصرف بالسوق السوداء يعني لما يطلع فجأة للألفان واربعمية الفان وخمسمية بعد شوية بيرجع بينزل للألفان وثلاثمية يوم يحكى عن في بعض الشقق بمنطقة بيروت لأشخاص غير لبنانيين متواجدين بهذه الشقق عم بيبدلوا عملات ويتاجروا بالعملات في شنط عم تجي من خارج لبنان فيها كاش عم بياخدوا مقابلة شكات بانكار يعني شكات مصرفية بنسبة عشرين وثلاثين بالمئة عم بيدفعوها في جروبات معمولة على الواتساب بتحدد يعني بيقولوا لك انه اشترك بهذا الجروب بعد شوية بيصير يعطيك هلأ سعر صار في الدولار هلأ 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 بعدين اتفجأنا انه بكعب يعني الرقم المتداول هي أرقام عراقية في أرقام عراقية وفي أرقام سورية موجودة يعني أرقام غير غير لبنانية اليوم اليوم هيدا المواطن عم يدفع التمن غيلي وأنا يعني عم بحكيك من تجربة خاصة أنا أبضت جاني يعني مقابل شغل شاك بالدولار بدي بدي إياه دولار إجا واحد عرض علي قال لي يعطيني إياه ب30% من قيمته بعطيك إياه دولار بعدين لما عرف انه إلي اتردد لما عرف انه هيدا الشاك إلي من الشاب الموجود قال له لا بركي عم بيصورنا فهيدي الجروبات هيدا أكيد طيب هيدا المواطن المواطن شو وضعه يعني اليوم عم بيحملوكم كل هالفوضى لإلكن استاذ مراد يعني كل هم بيقول انه السيارفي عفوا على التعبير يعني بدك تقبلوا مني بس هيدا بإسم الناس صرافي حرامية هم بيستغلوا الوضع هم بيتاجروا مع أصحاب المصارف هم بياخدوا دولار من المصارف تيتاجروا فيها مع الناس وكله هم بيلعب بلقمة عيش المواطن أول شيء من هم بيجيبوا دولارات يعني هيدا البلد اللي أنا بدي وقاف ثلاث ساعات بالصف تأخد ميتان دولار لما يجي واحد يقلي من عشر تلاف لمائة ألف دولار أدي بدك هيدا منيب معه أنا هلا بقول لك منيب مضبوط أول شيء نحن مثل ما نعرف أنه بأيام اللي صار فيها مشاكل نسحب دولارات ونحطر بالبيوت وهذا قيمة الدولارات اللي نسحبت ونحطر بالبيوت ما يقارب بين 3 إلى 4 مليار بالتعليمات اللي حطها ساعات الحاكم بس مش الصرفين اللي سحبوها أستاذ اللي هلأ عاببينه على هاو مش صرفين سحبوها مواطن عادي ما عنا حسابات بالبنوكي يعني الصراف عادي هو سحب مصرياته من قلب البنك الصراف ما عنده حسابات لحتى يسحبها من البنوكي أنا بدي أسأله سؤال سيطاني ما عنده حساب لا يسحب من البنك وما عنده أي صلة هو بالبنك نحن مصرياتنا بتجي على الكنتوار مناخد الكاش ومنعطيه بداله لبناني أو إنه هو بيعطيني عملي أجنبي أنا بيعطيه بداله لدولار ونفس الشيء بيعطيه للشحين شحين بيبعطه لبرة وبياخد بداله لدولار وهلوم مجرى هذه هي الدورة اللي نحن بنشتغل فيها طيب فضل معاني الوزير أنا بدي إسألك هاي محمود طبعا عم بيخبرني أحد الأشخاص مبارح فضل صاحبه يعني شفته بالصدفة قال لي بيرح نعم رحت لعند سيارفة ومعي تشيك بنكير مليون دولار أبحكيك بالرقم بدي إياهن كاش أي قالوا له تكره معانا كنتوار يومين ورجع لعنا عطيه على كل مئة ألف أخده بيعطيه عشرين ألف دولار وعطيه مليون دولار ناقصين كل مئة ألف عشرين كاش بدلو مزبوط عطيه كاش وأخده ورقة أخذ هايدي الورقة وأنتو صرفوها أنتو مزبوط وأنتو بتحطوها بالبنك هايدي نحنا ما نشتغل فيها نحنا الصرافي ما نشتغل فيها أخذها معالي الوزير خايم حمود نحنا أنت بتعرف خايم حمود ما تجبرنيش ألا أرسمي خايم حمود أخذ الصرافي تشيك بانكير أخذ تشيك بانكير مليون دولار وعطيتوه أنتو ناقص عشرين ألف دولار على كل مئة ألف أنتو شو بتعملوا هذا الصرافي مش أنتو هذا الصرافي اللي أخذ هالتشيك واني بيصرفوه أنا حقل لك مئة بالمئة أنا حقل لك هيده هيده الكوشن مارك الكبير اللي نحنا أنا ما بعرفه أنا رحل لك ياهر أنا رحل لك ياهر تفضل في مش الكل بكلامي في مافيا بين موظفين بالبنوك وبعض السيارفة بعطيني لا أعطيك وزبطني لزبطك وإلا ما إلى معنى وإنتي بتعرف إنتي بتعرف وهوني كان لازم مصرف لبناني يتدخل المادي 19 من قانون النقد والتسليف المادي إذا بتقراها وبتشوف أنه أنتو ممنوع تلعبوا ممنوع تلعبوا بهالشكل هذا بالعملة النقدية وتلعبوا بمال وتخلوا المواطن يشعر أنه ما بقى عنده سقة بعملته الوطنية وبتعرف أنه عقوبتها الحبس بالآخر بس هذا الموضوع مفروض حاكم مصرف لبنان يتدخل وليسوق الحظ ما عم يتدخل أنت عم تتهم الصراف لا مش عم بتتهم الصراف أنه عم بتتهم عم بتتهم الصراف أنه عم بيتلاعب بيتلاعب بسعر طبعا مين عم بتتهم الصراف لا خليني وقت اللي بيكون خايم حمود ألف وخدر وقت اللي بيكون ألف وخمسمائة وسبب عشر بالدولة أبدا أي دور فيها أنا العرض والطلب مع الوزير العرض والطلب هو اللي بيخلي السعر يقلى بتعرف وقت اللي بيكون فيه شغلة مقطوعة بيصير بيقلى سعره هلأ وقت اللي أنت بتلاقي أنه الدولار منه موجود عم يروح الطلب عليه كتير بيصير بيقلوا سعره أما نحن هاي مش الربح تعولي أنا بعده لحد يطلق أنا اليوم بيشتغل على ألف واربعمية وبيع على ألف واربعمية وخمسة وعشرين مثل ما كنت بالأول ألف وخمسمائة وسبعة ألف وخمسمائة وخمسة عشرين هايدي هو هاي مش ربحنا بس الكمية اللي عب تجي لعنا هي اللي عب تغير بحجم الفايد اللي عم ناخدها أما نحن شغل سألك سواء أخي محمود مين اللي بيقرر أنه عبوكرة بنزيد أو من نقص رح تقول لي أنت العرض والطلب مين اللي بيقرر أنه في عرض ومين اللي بيقرر أنه في طلب أنا أنا إذا مية بالمية كيف يعني أنا إذا قبل بنهار بيع 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 صندوقي على ألف وخمسة بيجي تاني يوم بدي إيجي بيع على أشري على الألف وخمسمائة أو بهالم معنى هايدي معنى صندوقي هو اللي بيحدد كيف سأل نفسك أنا لك يا أخي محمود بدي أما أنت بيحقلك الدافع معك حق ومعك حق لعمل تشتغلوه بحق لكم تربحوا وهذه فرصة فرصة عم تستغلوها بس مش الحق عليكم الحق على اللي ما بيطبق القانون عليكم في لدي معنى الوزير هي معنى عملية استغلال هي هي ظروف ظروف البلد اللي هي بتخلي الوضع يصير بهالطريقة هايدي أمن مش نحن السبب هلأ لو كانت البنك بسيّل أمور العالم ما بيجوا لعند العالم ولا حدا بيطعط معنا أنت بتارك أنه نحن حجم شغلنا كان أقل من هايك بكتير أنت من هنا بتاخد رخصتك كسيرف من حاكم مسرف لبنان من مسرف لبنان أنا بتمنى بوجه نداء لحاكم مسرف لبنان الوصي علينا هو مسرف لبنان أنا بوجه نداء لحاكم مسرف لبنان يطبق المادي التسطاعش من قانون النقد والتسليف عليكم لأنه ما بيصير هني بيعملوه بقى في 1517 ما عنده صلاحيات بلا عنده عم بلو يا راهل المادي قال ببرنامج صلوقت يا راهل المادي التسطاعش عم بطير مثل ما بيقول السيطاني ما في صلاحيات وهو كان في حلها سابعة وقال ساعة الحاكم يا أنا مغلط يا أنا مغلط وبيصلح لي بكرة أو يا راهل المادي التسطاعش من قانون النقد والتسليف ما تتحك أنتوا جهيدكم فرصة هلأ ما ثبوت ومعك لازم تتحك لأنه أنتوا عم تستغلوا قد ما فيكن هالشعب المعتر يلي يلي ما بعرف معالي الوزير أنت هيك عم تشيطن الصراف يعني حرام صراحة أننا بالأخير نحن مواطني مثلنا مثل غيرنا إيه مظبوط بدي أسألك سؤال بدي أسألك سؤال أنت بتخسر لو خليت السعر مثل ما هو قد دم أنت بتخسر لو خليت السعر مثل ما هو مثل ما الدول أنا بتمنى معالي الوزير أنا بتمنى يرشع للألف وخمسة عطيو أنا بتمنى يا راتب يرشع للألف وخمسة أنا بالأخير أنا بالنسبة لألم وشويت اليوم شرب ألف وستثمية لاش خيمين اللي حدد ألف وستثمية لاش مش ألف وخمسمية وثمانين سؤال بدنا نعرف بدنا أنا رحل لك كيف نعرف نحن نعرف وقت الحاكم مصر في لبنان بيتدخل هذا الموضوع ما يقول ما ألي علاقة فلا إله علاقة إنتوا ما بتغذوا الرخصة وبتشتغلوا مثل ما بدكن وبتهشموا وبتهشموا يعني تصور إنه بتطلعتنوا للدولار هني وبتعرف المواطن معتنا صار اللي بيقبض ألف وخمسمية اللي بيقبض ألف دولار بيقبض أربعمية دولار كله من وراهم كله من وراهم إيه بس ما خلصنا فيهم على الوزير مبسوطين ومرتحين هدا مش نحنا اللي سبب أنت هلا عبتتشق أنا بديسه لك سواء هذا الوضع اللي هو أفرزته هيدا الأحداث اللي صارت هلا طب أنا بديسه لك ما قالنا أي علاقة فيها أنت عم تتشكها هو الشاز اللي خلى الوضع يصير بهذه الطريقة هاي خي محمود أنت هلا أنا بديحطه بموقع عنده أنا كون المسؤول أنا بيقلك أنه معالي قلطان لأبرم أنا بديسه لك سؤال أنت هلا عم تتشكل اللي عم بيبيع بدون رخصة بالشارع لا عم تشكل كل فرق بينك وبينه هالرخصة اللي خط من نصر صراحة ليش ما بيروح يسوي رخصة هلا عم بيقلك ليش ما بيسوي رخصة إذا عنده المقدرة أنه يقف على الطريق ويكون معه مئة ألف دولار وقت اللي بيكون معه مصاري ليش ما بيروح يسوي رخصة طيب ضربوا لأنتم ليش ما بيقف على الطريق ما بيفيد الدولة لأش هو لأش هو عم بيبيع الدولار الأرخص منكم بس تقرأ للمشاهدين لا يعم بيبيع الدولار الأرخص لا أقرأ للمشاهدين المادي تسعة تشكل لعنده محل أنا بفع مبيع بفع أجرات عنده سبعة من بالإذن أستاذ مراد بس تقرأ لك المادي تسعة عشر يحق لحاكم مصر في لبنان بعد أخذ الموافقة المجلس المركزي إصدار قرار بإيقاف عمل مؤسسات الصرافة أو الحد من نشاطها بصورة مؤقتة إذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية أو نقدية استثنائية طبعا هو قال أنه بده بده موافقة ما بده موافقة حدا يا شيء شو مجلس المركزي أوكي موجود المجلس المركزي بده موافقة إلا 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 ستة شهر يلعبوا بالدولار وقفلسوا الناس وفقروا الناس وبيعطوهم مليون دولار نأدي منهم بتجيب النأدي أنت بعدين هدا اللي عطاقتي مليون دولار لكن يا حبيبي يا محوط أنت مش الحق عليكم أنت عطاق أنت عطاق مصلحتك بس خليحكي المصرف المنان يطبق المادي تستطعش مش ننتقل خمس ستة شهر وبسيس وحلق بيكون توصلوا للتتليم دولار وإننا بعدنا عم نتفرج ما حدا أنا أنا لألك معامل وزير شغلت إني أعطيك الرخصة أقول لك روح عمول للدكية بدون رقابة بدون بدون ما أنا فتش شو عم تعمل شو عم تفتش نحنا العملة الوطنية بتحميه أنا أنا أتمنى على المدحي العام عندي الرخصة صار 30 سنة ما حدا تلاعب بسعر الدولار باري خايم أحمود سمح سمح يا بعل الوزير ما حدا تلاعب بسعر الدولار هو اللي هو اللي صار مدعام المالي إذا حاكم مسرح لبنان شي بيسم البدن خايتوني مدعام المالي بتطلب منك بترجيك إنك تسألوا لحاكم مسرح لبنان لش مش عم بيطبق المادة 19 بسألة جملة بالآخر أستاذ محمود ما سمعت على كل حال أنا عندي موقع مع سعادة الحاكم بكرة على الساعة 10 ونص وأنا بحكي بهالموضوع معه طيب هلا بعد فيقصة التحويلات من بره هلا بيصيروا يعني فيتين بتيناي على قد بتتوقع يصير الدولار عندكم أستاذ محمود نحنا على قد بتتوقع يوصل عندكم مثل ما عم بقول أنا طلقت قبل بيومين تصريح أنا سيطوني أنا طلعت تصريح من يومين أنه نحن بنتمنى أنه ما يطلع السعر لـ 3000 عشان لنتمنى على جنب لين وصله نحن يطلع على الـ 5000 نحن نحن وقفين وقت اللي وقف على 2100 للـ 2150 مصبوط ولا لا وما تحرك أنا بدي أتشكرك بعدين بلش يطلع للحدود 2400 ورش عشت للـ 2300 نحن صراحة هذا العرض والطلب هو اللي عم يخليه يصير بهذا الشكل هذا مش السرار والمواطن عم يفتش على مصلحته المعتر هذا الفقير اللي ليأخذ معاه أنا بدي أتشكرك أستاذ محمود مراد نقيب ونتمنى أن هذا الموضوع يعالج بأسرع وقت ممكن ولكن بتقول قلتيلي أنت تهددت بعدما صورت أنا خلال تصوير الموضوع بالكاميرا الخفية من بعد ما قطعت عن الشباب وطفيت الكاميرا الخفية لحقني أحد الشباب ما قدر توسق هذه اللحظة إجا وصور بدي يكسر لسيارتي ويهددني أحد هؤل يعني اللي وقفين على الشارع عم يصرف لأنه هيدا ما هني تبدي لأنه أنت وقف على عينك يتاجر علنا فأنا لفت تعبيتك وانت صور لي رقم السيارة وقال لي إذا طلعنا على التلفزيون بتعتبر أنه هتنقز وحنكسر لك السيارة وصور رقم السيارة لإلحقنا فأويدم يعني فهذا اللي صار أنا بدي أتشكرك بتقول جدا على هذا الموضوع بدي أفرجيك كمان موضوع بسم البدن أكتر معالي الوزير خلينا نيح اللي جاب حطوم صاحبنا وحبيبنا يعني معقول هالما دي تسابتاش يعني إذا بتشوف السوشيال ميديا بهالخمس دقايق كيف ولعت وكلها مواقف مؤيدة لإلك وكله الناس قدية محروقة طبعا قدية الناس موجوعة بيجي هني هني مافيا هني وبعض المصارف وأغلب المصارف وأنا بتحديهن هني طب هيدا اللي جيب مليون دولار وعطاي إيهن لهيدا الشخص بنا نجيبهم هيدا السؤال تعرف كيف جابلوا إيهن قال لي جيبوهم بكيس خيش وصرت لعنده على 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 المحل اللي لقيته وحطوتهم بنجراء سكر البيب عدلوا إيهن كاتسيت 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 وأخذ 20 ألف دولار على كلمية طب هي prueba أنت كيف فيك طوبة اتقول هذا ميشترو فيه عقارات مزبط مزبط عم بيشترو فيه عقارات عم بيروحوا فيه على البنك عم بيروحوا على البنك والبنك بيصرف لهم وهيدا وأخذ هو 20 ألف 10 ألف للبنك و10 ألف لأله حاكر حاكم يا خيل ما بدي اللي لحاكم المسرة في لبنان هذه المادة 19 مفروض مدة عام المال يتدخل اليوم أو البكرة إن شاء الله عايب بقى يوصلوها لـ 3000 و 5000 و 5000 ويحل هذا الموضوع لأنه بالفعل نحن رايحين على أزمة كيرا وفيه يحسن تعرف شو عقوبتها ثلاث سنين حبس كف المادة ثلاث سنين حبس لا ما عم يتدخل حيث المصرف لبنان لاش سكت عليهم شو السبب هو تزرع أنه بدوا وفاقة المجلس المركز صعب يتأخذ موافقة المجلس المركز يا عمي شو ليكون مجلس المركزي كله صيارفة معقولة والله العظيم شكل في كتير ناس طلعت فواتير تلفوناتها عالية تبين فيما بعد قصة هي لحظة يبدو هلأ في تجمع بهاللحظة قدام مصرف لبنان تجمع كتير كبير في زملتنا ليال سعد موجودة تحت ليال مساء الخير نعمية بالمصرف أسكار الحامل عاصر حمصتهم للشابين طبعا خليني أقول له طبق المادي 19 شيخ صورة ليال عم تسمعيني أسكار الحامل عاصر نعم توني ليال إذا عم تسمعيني مع علي الوزير بروان شربل عم ينقلك رسالة لتوصلية للمتظاهرين أنه يطالبوا حاكم مصرف لبنان بتطبيق المادي 19 واللي هي بتحد من الفوضى اللي عم بتصير بأسواق السيرة فيه وبسوء السوداء عند السيارة فيه طبعا مادة 19 من الفصلي في النقدة ليه طبعا بعتها إياها خلت تقرأ له إياها توني إذا بس خلينا ننقل المشهد من أمام مصرف لبنان لأنه الصوت مرتفع اللي هتفت ما عم تدرس مع الشجو مصرف سننقل أسورة عدد من المتظاهرين حضروا إلى هنا إلى مصرف لبنان طبعا الشعار نفسه يصد حكم المصرف عدد من المتظاهرين تمكن من اقتحام المدخل الأساسي لمصرف لبنان ودخول إلى باحة المصرف حيث تمكنوا من الكتابة على حاقة المصرف يسقط حكم الفاسد والحجارة أو حتى المعدات التي تستخدم لطبليت أو تجديد مدخل المصرف أخرجوها ورموها على الأرض على الزفت خارج المصرف الشرع الرئيسي لمصرف لبنان المتظاهرين طبعا يعني يحففون ضد حاكم مصرف لبنان وضد سياسة مصرفية والمالية التي تحكم لبنان منذ 30 عاما سأتحدث إلى بعض الأشخاص جاتوا توجهوا متظاهرات قدام مصرف لبنان اليوم في مادة قانونية بأنون النقد والتسليف أو تجبر حاكم مصرف لبنان على الاستقالة أو إقالته بحال أخل بوظيفته اليوم أداة بتعتقد فيه صار ضرورة لاستخدام هذه المادة هو يستقيل هذا اللي بتطالبه أو بتطالبه مجلس النواب أو الأنون يقيله يعني اليوم عم بتقوله يسقط حكم الفاسد هلأ كمجلس النواب بيستبعد بيستبعد لأنهم كلهم عصابة واحدة رئيسة رياد سلامة بيستبعد لأنهم يخلوه يستقيل فهو أخلاقيا لازم لحاله يستحي بس يزوق على دم وإذا في عنده زرة إحساس واحدة يستقيل يشوف شو عمل كيف خرب البلد وبعضه بيقلك الليرة بألف خاف اليوم هم تطلع مثل طابت البينكبون كانت اليوم الليرة وبعضه بيقلك بألف خاف لا الشغل ولا الوضع لك السادي منهار تحت السفر بيقلك الليرة بخاف يستحي على حاله ويفل بشرف لأنه ما عنده إياه أصلا لهذا الشرف تونيس سأشير إلى نقطة أساسية أنه يعني مع ابتحام عدد من المتظاهرين مصرف لبنان سنحاول الاضطراب قليلا من مدخل المصرف لنقل يعني هذه هي الحجارة أو المعدات التي كانت تستخدم لترميم هذا درج درج مدخل مصرف لبنان أخرجوا هذه الحجارة ورموها على الأرض خارج أو على الطريق العام أقله على الشرع الرئيسي أمام مصرف لبنان وتمكنوا من الكتابة على حق المصرف يسقط حكم المصرف فهو الشعار الذي يرددونه منذ اليوم الأول أو أقله بعد بدء تصويب هذه التظاهرات أو هذه التحركات أيضا طبعا عدد كبير من قوى مكافحة الشغبة القوى الأمنية والجيش اللبناني جميعهم حاضرون هنا عند نقطة مصرف لبنان على أي حال سنبقى بنقل لهذه الصورة وسنكون معكم برسالة أخرى توني أنا بدي أتشكرك ليال شكرا لإليك كمان بدي هون معا للوزير كمان بعتولي أنه الحجي اللي عم يتزرع فيها حاكم مصرف لبنان قصة المجلس المركزي في شغلي كمان ويردي بجريت الأخبار أنه تنتهي الخميس المقبل مدة ولاية نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة وليس بإمكان مجلس الوزراء تعيين بودلاء وبالتالي سيتعطل المجلس المركزي أبدا بيقدر بيقدر لأمور طارئة جدا مثلها عم بيلعب بالعمل الوطني يجتمع مجلس الوزراء هو مستقيل وبياخد قرار كيف الحكي؟ طبعا نحن اجتمعنا أنا احنا حكومتنا استقالت بالألفين وثلاثة عش في انتخابات بستطعش حزيران لألفين وثلاثة عش سمع لي شو عم بستطعش حزيران لألفين وثلاثة عش وأنا كنت وزير داخلية اجتمعنا قبل بثلاثة شهر من حزيران وكانت حكومتنا مستقيلة عيننا هيئة إشراف على الانتخابات ضرورة أن يكون في هيئة إشراف إذا ما نعمل انتخابات وهون ضرورة أن تجتمع الحكومة إذا كان هذا هو العذر أي هو العذر أن تجتمع هذه الحكومة وتأخذ قرار ولا يوصل الدرر لتلاثة لاف ويصير معاش طب أنا بدي أسألهم بكرة أنا بدي أسألهم بتقول لي ليش محتد هيدا العسكري اليوم اللي عبي يوقف على الطريق المعتر بالجيش وقوى أمن وآمن عام وآمن دولي والظابط اللي عبي يقباد مليونين ليرة يعني مليونين ليرة على ألف وخمسمية يعني ألف وستمية ألف وسبعمائة دولار هلأ إذا وصل لتلاثة تلافة داشت بيصير معاشه كيف هذا بدي يحافظ على الأمن والنظام والمعاشات اللي كانت بالدولار انقلبت على اللبناني وصارت بالنفس عم بيدفعه نفس معاش ساعتها بقول له لحاكم مصرف لبنان تعال لازم يعمل كتاب حاكم مصرف لبنان مثل من عمل كتاب مبارح ما عمل كتاب تأخذ صلاحيات ما في حكومة بعض كتاب لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومي ولرئيس مجلس النواب تأخذ تأخذ يعني دعم سياسي في يوني ألف وفي يوني يقولون مية طريقة أنه خذ أنت القرار بدون المجلس مش بالشكلة يجتمع مجلس النواب وبيعدل هذه المادة هلأ فورا لبصورة موقتة بس حتى يقولوا لي أنه دولار صار وما تطبق المادة 19 هادي فيها عوبة حبس للسيارفة ثلاثة سنين موسيقى